إنه أحد المخيمات العشوائية التي أقامها نازحون سوريون في منطقة رميلي في هذا المخيم الذي يقع وسط منطقة زراعية تعيش عائلات هربت من الحرب منذ ثلاث سنوات وأقامت هذه الغرف وهي تعيش فيها مقابل بدل مالي تسدده لشخص يشرف على الأرض هؤلاء أبلغوا منذ أيام وجوب إخلاء المخيم والأسباب أمنية فالمخيم يشرف على مواقع الجيش اللبناني في منطقة الأول عندما تهل مدينة صيدة ويقع بمحاذاة موقع وحاجز للجيش مشكلتنا أنه لحنا هون بيوت وعيال كتيرين وبدوا هون يهدوا لنا ونحن مشان تنظروا في وضعنا وتشوفونا مطاريح بل كي منسكن فيها أو بينظروا في وضعنا مشان ما يهدوا لنا نتنباركين هون متأويين وماشي حولنا مين نطلب لكم كله؟ تفلوا والله جات الأمم لحنا بلغتنا الأمم المتحدي جاتت بلغتنا السبب قال لحنا مدايقين هوني في ساكنات الجيش لحنا النقوة القريبين على سكنات الجيش نحن وين بدنا نروح في هالخمسة عشر يوم؟ يعني الواحد بدور عبيت ما بيلاقي ونحن السوريين هوني صرنا يعني حالي صعب كتير ما حدا بيأجرنا من الدور عبيت ما حدا بيعطينا وين بدنا نروح؟ وبما أن الأمم المتحدة هي الجهة التي أبلغت هؤلاء النازحين المغادرة فإنهم يطالبونها في المقابل تأمين مكان بديل أو إيجاد حل لوضعهم قبل أن يصبحوا بلا مأوى ترجمة نانسي قنقر